تقول يعني الدعاء بعد التشهد قبل السلام اللهم نعوذ بكم من عذاب القبر و من عذاب النار و بقية الأدية تقول هل لازم أقولها بعد التشهد قبل السلام أختي معبد الله بارك الله فيك بالنسبة لي الأدعية في الصلاة جاءت في مواطن أول موطن من مواطن الدعاء بعد تكبيرة الإحرام الله أكبر يأتي بدعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح هذا الدعاء الأول الدعاء الثاني في كل ركعة وجوبا قراءة الفاتح و الدعاء فيها في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الدعاء الثالث في الركوع لما يركع الإنسان يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو عشر مرات يدعو يعظم الله و يدعو و يدعو الدعاء الموضع الرابع عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمد ربنا و لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً إلى آخر الدعاء هذا من الأدعي المستحبة الدعاء الخامس في السجود في السجدة الأولى الموضع الخامس في السجدة الأولى لما يسجد الإنسان يدعو و أنا قبل قليل ذكرت يعني مجموعة أحاديث في فضل الدعاء في السجود خاصة مع الأختم مسعيد الموضع السادس بين السجدتين لما ترفع من السجدة الأولى تقول رب اغفر لي رب اغفر لي و لو زدت رب اغفر لي و ارحمني و ارفعني و اجبرني و ارزقني و عافني و اهدني ف حسن الدعاء الموضع السابع السجدة الثانية لما تسجين السجدة الثانية تأتي بالدعاء أيضا الموضع الثامن الدعاء قبل السلام بعد التشهد اللي سألت عنه أنت و هذا الدعاء في قول جماهير أهل العلم سنة و ليس بفريرة اللهم نعوذ بك من عذاب القبر و من عذاب النار و من فتنة المحية و الممات و من فتنة مسيح الدجل فجماهير الصحابة و جماهير أهل العلم على أن هذا الدعاء سنة إلا ما يروع عن طاوس بن كيسان اليماني كان يرى وجوب هذا الدعاء و لذلك أمر ابنه بأن يعيد الصلاة لما ما قال هذا الدعاء و خالفه جماهير أهل العلم خالف طاوس بن كيسان اليماني التابعي الجليل المشهور و المقصود اغتفاضلة بأن هذا سنة لا أنت قلت هل يلزم أقول لك لا ما يلزم لو ما جبت هذه الأدعية ما عليك شيء صلاتك صحيحة لأنه ليست من شروط صحة الصلاة و ليست من أركان الصلاة و ليست من واجبات الصلاة إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك و رحمني أنك أنت الغفور الرحيم تقل اللهم عني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك و بقية الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة و السلام بارك الله فيك